سامسونج نزلوا فولد 4 واليوم الثاني شاومي قالوا لحظة لحظة هتعمل اي اياني؟ كرت ذهبي السلام عليكم يا طيبين انا خليفة الهارون معروفكم ستركوا مع رقمي تيفي ونعم عندي الكرت الذهبي شاومي عطوا النهاي الميكس فولد 2 وهالهاتف يقولون انحف هاتف قابل للطي في السوق حاليا دعنا نشيك التلفون شوي اقرب ونقارن هاتف مع باقي التلفونات الرائدة يلا تعالوا معاي انزين فجدامنا عندنا علبة الشاومي ميكس فولد 2 كو انجينيرد وث لايكا اي لايكا ذي لايكا يلا نشيل هاي نسمونا السليف نحطها على الجنب وتشوفون انه عندنا العلبة ترى من ناحية فتح العلبة يعني الاحساس والاكسبرينس لازم نعترف هاي افضل من الفولد 4 فولد 4 سامسونج مادري اشتويته قابل نفتح العلبة وتشوفون نعم عندنا الكارت مع راقم تشوفون هاي باللون الذهبي فنحس بالفخامة من اولها عندنا الميكس فولد جدا بس بحط الهاتف على الجنب وهي النسمة قلت لكم من انحف التلفونات اذا مو انحف تلفون حاليا في السوق ايضا داخل العلبة عندنا الكيس نفتح العلبة ونشوف الحماية وفلا صراحة لان الحماية باللون البيج والذهبي وايضا عندنا هاي شوفو ستاند ليش سامسونج ليش ما حطيته الكيس ايضا يعني في مع الفولد 4 ما عرف بس شامي شغلكم عدل ايضا عندنا الادابتر او الشاحن سبع وستين واط يو اس بي الى يو اس بي سي ومننا عندنا الواير او الكابل يو اس بي الى يو اس بي سي وايضا عندنا محول من يو اس بي سي الى منفذ سماعات الخارجية 3.5 ملم انظر كثيرا في العلبة فانا سألكم على انستجرام تبوني اسوى انبوكسنج حق الريزر او الفولد 2 اولا وانتو اخترتو الفولد 2 انسين الحين وقت احلى احساس فانشيل اللزقة وايضا عندنا استيكر ثاني وتفضله وتقدرون تشوفون الميكس فولد 2 باللون الذهبي لون جميل جدا ومثل ما قلت لكم تشوفوا انها حافة الهاتف نعيف جدا انزين فمثل ما انتم شايفين والتلفون مسكر يعني احنا ما شغلنا التلفون لحد الان ما نقدر نشوف الشافسة وما يبين بس عادة يبين بعد خنقوا اليوم من الاستعمال فبنشوف يعني الفرق بين هاي وباقي التلفونات احنا تعودنا على عدة التلفونات منهم طبعا الاوبو فايند ان نشوفوا ان احنا ما نقدر نشوف الشافسة ولكن نشوف ان هناك شافستين خفيفة من الجوانب ايضا الزعيم اللي هو الفولد الشافسة تبين وايضا عندنا الفيفو فولد وتفضله تبينوا نشوفون مع الوقت الشافسة بينات شوية اكثر بس مو بوايد يعني لحد الان يعني من افضلهم في رايي طبعا الفايند ان بس بنجرب هالتلفون حقك من يوم وبنرجع لكم مع الرفيو نزين فخنشغل الجهاز ونتكلم عن المواصفات نزين ونشغل الجهاز خنشن عن المواصفات ونشيك التصميم شوي اقرب صراحة تلفون جميل في رايي انا باسمع منكم هل انتو تفضلون تصميم الفيفو او الشاومي او الاوبو او السامسونج من ناحية الكاميرات شخصيا انا افضل الاوبو لان احبها الانحناء بس هذه الثاني ثالث رابع نسكر التلفون اول شافسة وتقدرون ان عندنا شاشة كبيرة من الخارج وطبعا هاي اللي ميز التلفون مقارنة مع باقي التلفونات فانتو عارفين مع السامسونج الشاشة صغيرة او ما بيقول صغيرة بس العرض يعني مو بوايد عريض مثل التلفونات العادية بس اعرض مع الفولد فور مقارنة مع الفولد ثري عندكم الفايند ان والهاتف صراحة من ناحية الحجم وايد حلو لان هذه عبارة خنقول ايفون ميني بس يفتح الى تابلت بس اتمنى لو يصغرون في الهنج شوية وايضا عندكم طبعا الفيفو والفيفو مشابه للشاومي من ناحية الشاشة الخارجية بس اعتقد هنا يبين اي نعم شاشة الشاومي شوي اعرض ولان الهاتف نحيف جدا فمسك التلفون مريح انا افضل هالانواع من التلفونات يعني انا افضل الفولد لانه لانه مو بوايد عريض فاقدر امسك التلفون بسهولة وانا ما حبيت مسك الفيفو فولد وايد لانه كان وايد عريض بس لانه التلفون نحيف فاحس كأن المسك اريح انزين فخنقارن نحافة التلفون وايضا الهنج فماسكين الشاومي فولد 2 هاي الفيفو هاي الاوبو ومني الفولد 4 فتقدرون تشوفون فيه فرق كبير من ناحية سماكة التلفون فخنقارن الفولد مع الشامي لان هذول التلفونين نزلو في نفس الوقت فتقدرون تشوفون فيه فرق كبير من ناحية السماكة الشاومي قالوا ان هالهاتف انحف هاتف قابل للطيف السوق وفعلا نفس ما قلت لكم كذا مرة الهاتف نحيف جدا ولكن اعتقد ان قارنوا الهاتف مع هالثلاثة نسوا ان يقارنون الهاتف ايضا مع هواوي مت اكس اس 2 لان من ناحية النحافة خمسة فاصلة اربعة مليمتر مشابه مع الميكس فولد 2 بس لما هاي مسكر يعني لما احنا نسكر التلفون هاي شوي انحف من هالهاتف مسكر بفاصلة واحد مليمتر فاذا احنا نقارن هالتلفون مع الثلاثة لانه مع نفس التصميم مع الشاشة خارجية والشاشة داخلية نعم هاي انحفهم فالحلو في هالهاتف ان هاي ارخص من السامسونج فولد 4 بتقريبا يعتمد طبعا على المحل اللي تشتري الجوال بس بين 200 و 400 دولار ففيه فرق كبير لما انا اقول لكم ان الهاتف ارخص من الفولد 4 ارخص في الصين بس اذا بتشترون هالهاتف من موقع مثل قيزتوب يشحنون الهاتف من الصين الى بلادك السعر نفس السعر الفولد 4 1800 دولار وبغيت اقول لكم ان ما كان عندي اي مشاكل مع النسخة الصينية لما تشترون هالتلفون من موقع مثل قيزتوب ترى عندكم بلاي ستور تقدرون تنزلون كل التطبيقات اتذكر ان مستر هوز دباس كان يقول ان ما يقدر يحط او يركب او ينزل كروم وهي غلط لا متوفر في التلفون انزين فخلنا نتكلم عن اهم الاشياء عن هالتلفون اولا من ناحية حجم الشاشة 8.02 انش الشاشة كبيرة جدا ايضا عندنا تكنولوجيا الـ LTPO معناته ان نقدر ان نغير بين سرعة تحديث الشاشة من 1 هرتز الى 120 هرتز نعم عندنا 120 هرتز مع الشاشة الداخلية وايضا الشاشة الخارجية هاي شي وايد حلو من ناحية HDR10 Plus نعم متوفر عندنا دولبي فيجن وقوة اضاءة الشاشة 1300 نت هاي الـ Peak Brightness هاي وايد حلو وايضا عندنا الـ HDR10 Plus والدولبي فيجن مع الشاشتين فالمفروض ان الشاشات يكونون مشابهة تماما ايضا من ناحية الزجاج عندنا الـ Shot UTG الزجاج النحيف جدا مع الشاشة الخارجية عندنا الـ Gorilla Glass Victus الجامد والقوي ايضا بتلاحظون ان يعطوننا حماية على الشاشة مني واي وايد حلو خينشي للحماية عادة ماشي للحماية بس هاي لكم اوووو تشوف النظافة من الإيمان لما التملفون مسكر من ناحية الطول اوميو واحدود ستين فاصلة واحد ملم pas العرض ثلاث وسبعين فاصلة تسعة ملم ومن ناحية اللحافة دعشر فاصلة IO2 ملم ومثل ما قلت لكم فاصلة واحد ملم كلهم امتا من الـ arfẫn لما احنا نفتحك السلطول الطوب نفس طوب من ناحية العرض 144.7 ميليمتر والنحافة 5.4 ميليمتر تكلم عن الكاميرات لأنه تلاحظون عندنا ثلاث كاميرات رئيسية من خلف التلفون الكاميرا الأولى 50 ميجابيكسل وفتحت العدسة 1.8 وعندنا تكنولوجيا تثبيت الصور البصري OIS من ناحية الكاميرا الثانية 8 ميجابيكسل فتحت العدسة 2.6 وهي زوم مرتين مع PDAF أو التركيز من ناحية الكاميرا الثالثة 13 ميجابيكسل فتحت العدسة 2.4 وهالعدسة الواسعة جدا أيضا بتلاحظون مني نحن عندنا سنسورات وأيضا عندنا فلاشين دول فلاش وتشوفون علامة لايكة لأن اللنزات من لايكة وتضبيط الألوان من لايكة من ناحية الفيديو بتلاحظون نقدر نصور ما يوصل 8K 24 فريم في الثانية إذا نختار 4K نقدر نصور 60 فريم في الثانية انزين عندنا كاميرا أمامية أو خارجية هذه 20 ميجابيكسل ونقدر نصور فيديو ما يوصل فل ايش دي 60 فريم في الثانية فمو بفور كي بس على الأقل 60 فريم في الثانية فل ايش دي من ناحية الكاميرا الداخلية للأسف لا ما عندنا كاميرا لما أنا أسكر أو أطفي الشاشة بتشوفون دائرة مني بس هاي حق السنسور للإضاءة فقط ما عندنا كاميرا داخلية وهاي من عيوب الهاتف خاصة للناس اللي يابون يستعملون تيمز أو زوم يعني للمكالمات وأيضا ما عندنا بتلاحظون شيها ما عندنا الفلكس مود مثل الفولد فلما احنا نفتح التلفون التلفون ما يبي يكون مسكر يبي يفتح فمرة ثانية راويكم تشوفو يفتح التلفون شوية يبي يفتح يبيك يعني التلفون يبيك تقرأ وتفتح الهاتف بمدار ما تخلونا على النص كلابتوب صغير فعلشان تشذي نقدر نشوف ان يعني عدم وجود الكاميرا الداخلية يمكن شيء وهم كانوا عارفين ان بعض الناس بيزعلون منه بس عارفين بدون الفلكس مود ما نقدر نستعمل اصلا لو كان موجود الا لو طبعا مع ستند ومين يتمشي مع ستند فعاليمين بتشوفون عندنا ازرار علشان انرفع وانقصر في الصوت وايضا عندنا زر الطاقة وهل زر النحيف ايضا سكوريتي البصمة فنقدر نفتح التلفون عن طريق اللمس تشوفون ان الهاتف نحيف جدا وانا حسيتنا شوي صعب احيانا لان المغناطيس قوي او يمكن الهنج قوي ما قدر افتح التلفون بسهولة الا لو انا احط مثلا اظافري وبعدين افتح الجهاز احيانا بس شوي صعب فملاحظة بسيطة من اسفل التلفون بتشوفون فتحة اليو اس بي سي ايضا عندنا المايكروفون الرئيسي وعندنا سماعة من الاسفل من الاعلى ايضا عندنا سماعة ثانية عندنا ستيريو سبيكرز وحاولون يضبطون الصوت بالتعاون مع هارمن كاردن بس لان الهاتف نحيف جدا فالصوت ما عندنا البيس او العمق في الصوت يعني مو بمعنات ان الصوت مبعالي بس ما بتحصلون اعلى جودة ايضا منين نقدر نركب الشريحة او شريحتين عندنا الليزر وعندنا مايكروفون اخر المعالج اللي في التلفون السناب دراجون 8 بلس جن 1 وهي نفس المعالج اللي في الفولد فور معناته هل اثنين من اقوى التلفونات قابلة للطيف السوق حاليا 4 نانوميتر من ناحية الذاكرة اللي في يدي 256 جيجا بايت وعندنا 12 جيجا بايت من الرام تقدرون تشترون 512 جيجا بايت او 1 ترابايت من الذاكرة بس ماي مو بايد مهم لي انا من ناحية الواي فاي عندنا ABGN AC وايضا 6E وهي اسرع واي فاي في السوق حاليا مثل الفولد فور بتشوفون من ناحية النظام تقدرون تفعلون بعض الميزات مثل stay connected يكون دائما مشبوك الى الشبكة وايضا عندكم traffic mode تقدرون تختارون balance ولا fast connection لما تختارون fast connection بيحاول ان يسرع في التطبيقات اللي تحتاج مثل الانترنت وما يقلل في سرعة يعني توزيع خنقول الانترنت بين تطبيقات ايضا البلوتوث اللي فيها التلفون 5.2 عندنا NFC وراوتكم اننا عندنا الليزر الهاتف مضمض للماء مثل الفولد فور ما عندنا الشحن اللاسلكي او حتى الشحن اللاسلكي العكسي ما نستطيع ركب مموري كارد ومثل ما قلت لكم ما عندنا flex mode فهي بعض عيوب الهاتف فتشوفوا من ناحية الصميم والدزاين معظمكم لما انا راويتكم الهاتف على انستغرام سألتوني عدة سئلة وقلتوا ان التلفون جميل جدا للأسف لحد الآن نقدر نشوف الشفسة في وسط الشاشة دعونا بس اسكر الشاشة تقدرون تشوفون الشفسة بس مو بمثل الفولد فور يعني شوي اخف والحلو ايضا انا لما نسكر التلفون ما عندنا هالفتحة مني مثل الفولد فور في فرق من ناحية التصميم فرق كبير واعتقد ان الكثير منكم حبيته وهالدزاين ايضا بعضكم ذكرته شي مهم وفعلا انا اقدر اؤيد هالكلام لان هالجزء واسع جدا معنات لما نحط التلفون على الطاولة ما يتحرك وايد مثل الفولد فور فهي من ميزات طبعا هالكاميرا تطالعة لبرا انزين خننرجع للكرسي وننهي الفيديو انزين فالشن الزبدة الهاتف نحيف جدا وانت تعرفون ان انا افضل الهواتف الصغيرة بس لان الهاتف نحيف معناته اسهل للمسك والاستعمال اليومي وعلشان نعطيهم لايك من ناحية سيكوريتي البصمة عندنا هالزر النحيف على اليمين بعض الناس هم يفضلون هالمكان انا افضل السيكوريتي من اسفل الشاشة مع الفييفو عندنا السيكوريتي من اسفل الشاشة الخارجية وايضا الداخلية فاتمنى لو عطونا هالاختيار اسهل الاستعمال في رأيي كنت اتمنى لو السماعات افضل على الاقل في البيس افضل التلفونات حاليا الفولد فور يعني الفولد فور زعيم اذا انتم من الاشخاص اللي تابون كاميرا الداخلية ما حدنا اذا تابون فلكس مود مبما توفر اذا تابون هاتف مضاد الماء لا هاي مو بمضاد الماء فيمكن هالعيوب تساعدكم في اختيار التلفون المناسب ولكن لما احنا نقارن هالجهاز من ناحية السعر السعر الرسمي هاي ارخص من الفولد بكثير فاذا انتم تابون تشترون الهاتف بنحطكم لنك في اسفل الفيديو واذا تابون اقارن هالتلفون مع كل الهواتف الاخر القابل للطي قلوا لي في اسفل الفيديو وبنزلكم فيديو سريع فاعتقد ان زبدة الفيديو ان كل هاتف لعيوبه ما في هاتف قابل للطي في السوق حاليا مع كل شي للأسف ولكن بشكل عام الصراحة اعتقد ان هاي تطور كبير اذا عندكم المجال ان تشترون هالهاتف اصبروا حق النسخة العالمية اذا بينزلون النسخة العالمية ولكن اذا انتم شريتوا النسخة الصينية المفروض ان ما يكون عندكم اي مشاكل انزين الغلي فذا اعجبكم الفيديو عطونا لاك اذا ما حبيت الفيديو قدرت الجهد عطونا لاك واذا تابون تشوفون اخر شكرا ومع السلامة